حبيبة بالكاميرا يلا عيني اعلاميين ممنوعينها ممنوع تصوير الشغلة كلش حساسة وهنانا رحت يا سيدي ما لك شغلة خليني يما الوكر آني انتو لزمتوهم وما لكم شغلة اليوم انا اصف بهم وهنانا دخلت للغابة فوعنا شفت هذا الوكر وما العصابة لزمناهم متلبسين والجيش كل اللي رتم عليهم وهنانا قررت اتسوي شغلة بهم اعدهم جماعي لو احرقهم ظلت السالفة براس الدور وهنانا فكرت قلت اذا اضربهم يجوز احتمال يفترون عليه ذول الجيش يقولوا ليش يكو تضربهم بعدين اجت السالفة ببالي سألت قلت لليك انت تعال كم سيارة مفخخ احتيلي وهنانا شفت ابنيه وياهم طلعوا كلهم جماعتهم شفت صاحبي واحد يباوع لي فوق قررت اطلع البمبو وهنا حرقتهم هم والجيش ليش لان عرفت انه راح يجيهم ماسطة ويطلعوهم وهنانا صار علي الضرب ما لوالي طاخ ما طاخ ما اخ المهم صار انقلاب والناس افترتوا قلت لهم ما حد يحرقني جبار عضل قاني طلعت لهم الهيت شوت بعدين الشوت قانت وقلت خلص اليوم افجركم كلكم بعدها قمزت كمزة رهيبة وقررت انه ما اخلي واحد ما اكتله لانه بصراحة صار انقلاب علي ذولة فئة مظالة والمنوم انه قتلهم كتل وهنانا اجاني هذا قلت لليوم ما موتك قلت لانت اتموتني ما على اسف عليك المهم من هزابة منعدوم وان جبار